موسيقى ولكن اللعبة انحلبت بشكل مرعب نزل لها 15 جزء بمعدل جزئين كل سنة وايضا نزل له فيلم لكن كان مخيب للامال لعبة فلابي بيرد واللعبة هذي كانت من اكثر لعابة نيرفيز اللعبة بسيطة جدا وكلها عليك تسوي انك تحاول توصل الطيرة لابعد مكان تقدر عليها من خلال القفز عبر الانبيب واللعبة ما لا نهاية بس تحاول انك تكسر الرقم القيازي وتتحدى اصحابك فيها ولكن في شي غريب في اللعبة بسبب المالك اللعبة واللي كان يدخل 50 الف دولار يوميا ما يقارب 150 الف ريال ولكن يوم سأله قال اني شفت الناس ادمنت عليه وسحبت اللعبة خوفا على صحة الناس لكن بصراحة انا ما اصدق كلامه والان اللعبة تنباع بالجوال لانه هذي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تلعبها لانه اذا رحت الستور ما هتلقى اللعبة موجودة بس اذا في واحد محمل اللعبة على جواله تلقاها شغالة في بيعون اللعبة بالجوال لعبة كلاش اف كلانس واللي تعتبر الترافيان الطيبين واللعبة وصل لها شعبية وانتشار عظيم واللعبة هي انه عندك قرية وتزبطه وتسوي لها دفاعات وحصن وايضا تهاجم اللي حوالك تاخذ منهم وارد صار الفنانين يطلعون فلوس من وراء اللعبة لانه اذا كان عندك قرية قوية جدا تقدر تبيع عن طريق النت لأي احد وفي قرى توصل من سعر خمسة لعشرة الاف رياض سعودي لعبة لودو ستار واللي الان تعتبر اشهر لعبة جوالات موجودة اغلب الناس بتلعبه تروح مطعم تسمع صوت اللعبة تروح اي مكان في الطيارة في المستشفى في الجامعة كل بيلعبه وتقدر تلعبه مع اصحابك في البيت او حتى عن طريقه الاونلاين ولها ادمان عجيب وايضا سوانا فيديو لها انا وفاهد نتحدى بعض في اللعبة لعبة بوكيمون جو واللي سوت ضجة كبيرة في كل العالم نسبة كبيرة جدا جدا اللي بيلعبونها اللعبة من شهرتها اذا لقيت ناس مجتمعين وعددهم فوق الخمسين واحد وكل واحد ماسك جواله اعرف انه مقاعدين يلعبون بوكيمون ولقوا بوكيمون جو يحاولون ان يصطادونه ويمكن هي اللعبة الوحيدة اللي خلت الناس تتحرك وفكرة اللعبة انك تجمع بوكيمونات عن طريق الخرايض وتمشي وتصيد وبعدين يوم يكون عندك كم واحد قوي تروح لمنطق معين ومنتشرة حوال العالم وتبدأ في تحدي الخصوم وكذا نوصل الى نهاية المقطع ان شاء الله اعجبكم المقطع واذا اعجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم اخوكم اراني حازمي ونشوفكم على الخير ومع السلامة